السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هناخذ المختبر الثالث بعنوان In vitro evaluation of anti acid هنا بهذا المختبر راح نشوف من واحد ياخذ الanti acid المضادات الحموضة اش راح يصير بالمعدة وليش هاي المشكلة قاعدة تصير عندنا وليش يكون اكثر شي بالاشخاص اللي هما الكبار بالعمر تعرفون انتم مطابقين بالصيدليات الانتا acid انواع اكون موجودة بشكل tablet واكون موجودة بشكل suspension واكون موجودة بشكل viranials فور هاذي كلها راح نيجي نعرف او انتم مطمئتكم تعرفون شن ال composition مالات المكونات شن ال mechanism of action ما اذاكرها بالملزمة بس انتم مادام ما تكون مطالبين بالتدريب الصيفي فاعرفوا لي الرينيه شنو متكون المالكس القافسكون المالوس بلاس الاينو وغيرها قبل ما ابلش بالمحاضرة دعني نعرف شنو الفرق بين الانتا acid والانتي acid انتا acid والانتي acid يعني هي عبارة عن مواد كيميائوية او كيميائية او كيميائية مشاكل عديدة من هاي المشاكل الهاردبير الديسبرسية الالصر وغيرها وغيرها فاش ننطي ننطي انتا acid الانتا acid هي عبارة عن بيس او الكلان الشغلات تسوي neutralization acid ويبيس يطيني salt ومي فهذه هي الانتا acid اذا الانتا acid هي chemical substances which on ingestion act by neutralization of calcate juice to form neutral salt طبعا هي تبطي provide systemic relief in calcaryitis الاسوفيج الريفليكس اللي هو الجير and hyperacidity زين اذا ننجي على الانتي acid شنو الفرق عن الانتي acid الانتي acid لا يسوي الانهبشن للاسد يعني يقلل الاسد level هناك فرق بين يقلل الاسدتي كمفهوم يعني يقلل حموضة وهكو فرق بين يقلل الاسدتي level شون يعني الانتا acid هذا يقلل الاسدك بي اتج بينما الانتي acid يقلل الاسدك level سيقلوا واحد ما فهمت راح افهمك كالتالي ادنا مفهوم يسمون البي اتج اللي هو power of hydrogen هذا measurement of acidity level هذا عبارة عن نمرك سكيل شنو نمرك سكيل البي اتج تغيروا التمبراتر العكسيا البي اتج مال stomach الله خالقه بكل واحد من 1.2 الى 1.4 اذن هي strong acid بس مرات قلنا نحن كل واحد عنده هذا الاسد ومستوى معين يزداد level multi ما سيطر علي يعني هذا راح يسوي لي sinus symptoms ازيد البي اتج مالتهم يعني بدلا ما هي 1.2 راح اضيف anti acid هذا anti acid راح يزيد البي اتج تقريبا ثلاثة من زيدة الثلاثة اذن قللت مفهوم الاسدتي بي اتج صار بدلا ما هو strong acid صار عندي weak acid أو slightly stronger acid فهذا مفهوم anti acid اذن هو زيد لقيمة البي اتج بينما anti acid هذول لا يقللون level يقللون volume يسوون inhibition للأسد انا ما نسمي anti acid نسمي anti acid ان شاء الله تكون هاي المعلومة فاهميها نرجع على موضان اقول the gastro intestinal اللي هي GI tract generate and maintain different البي اتج الله سبحانه وتعالى خالق بكل مكان او كل اورغن بالبدي الى بي اتج معينة يعني مو كل جسم مالتنا عنده نفس البي اتج اشلون لو اجي على افسط مثال الاسكين مالتنا البشرة الطبقة الالوية هي citratum corneum عبارة عن بي اتج خمس ونص الطبقة اللي بعدها تكون 7.4 لو اجي على nasal cavity اللي هي الخشم او الانف يكون البي اتج مالتها 7.4 لو اجي على mouth اللي هي 7.8 لو اجي على الاستومك قلنا 1.2 لو اجي على وراء الاستومك بتأدى dodenum اللي هو 4.3 وراء gejinum 4.8 وراء small intestine تكون 7.8 الى حد القولون اللي هو عالشي 8.32 فاذن كل مكان بالجسم الى بي اتج معينة زين هذا البي اتج شنو احنا كصيادر يتأثر علينا يتأثر على امتصاص ككمية وكمعدل يعني يأثر على شنو كريت اند اكسيند اللي حجيناها بالمختبر الاول مفهوم البي افلي بلتي اذا تغيير البي اتج لازم اخلي نقطة راسطة قبل ما اسوي فورميليشن هل هل هذا الدو مالتي يتأثر بالبي اتج لو ميتأثر بالبي اتج اعرف وين راح يكون الرليز مالتي بالسطومك بالبشرة بالأورال بالسمول انتستل فإذا الموضوع البي أج مهم طبعا الأدوية صراحة وهذا موضوع مو يمكوب الأدوية نوعية أكو weak وكو strong الweak acid والweak base يتأثرون ببي أج بينما strong acid والstrong base ما يتأثرون ببي أج زيان البي أج is very important for controlling activity of digestive enzyme أهنا دي يحكيه لي على الستومك ليش الستومك تكون البي أج مالتها acidic ذات بي أج 1.2 إلى 1.4 أول شيء هذا الاسد إليه فوائد من البنيفيت مالكته يقول لك kill bacteria إذن هو يوفر production mechanism for killing microorganism خاصة البكتيريا هذا الاسد الموجود بالستومك يعادل ألف مرة حامض الليمون هل تشاهدون هل تشاهدون الليمون ألف مرة الاسدك stomach الليمون يكون كلش قوي ويوفر production mechanism باعشون الفائدة أقول لك هذه الاسدك هي المسؤولة على activity من digestive enzyme مثل بيبسين وغيازن بيبسين وغيازن بيبسين ومالسين وكل بروتينات إليها بيبسين الليموت إليها enzyme الكذا إليها فهذه activity مالتها تكون فقط بالاسدك بيهج جيد نجي هنا الاسدك in the stomach نعرف هي normal بكل واحد بس مرات إذا زادت الاسدك راح تكون harmful لأن راح تطيني بالنها sinus symptoms البيئة مالتها كل حج هنا هتكون أقل واحدة طبعا شون الإفراز مال الأسد هذا مين يجي للإفراز هنا مرة عليكم شكل المعدة هاي مو معدة المهم تقريبا هاذي المعدة هاي البطانة مالمعدة أوكي طبعا هنا تكون كل شيء ضيقة الدودنا هاذي البطانة مالمعدة بيها process crn هي مسؤولة طبعا هكوا استامين نوعا هيا فارما كوستامين باللانك اللي هي H1 وكوستامين باللانك اللي هي H2 هي مسؤولة على إفراز الأسد طبعا هاذا شون تتحفز الأوكزينياتيكسيلز أو البارينتيال سيلز يحفزها ريسبتر ثاني اللي هو انترلوكين سيفن فهو ما تكون لعدكم بالمزامة فقط أوكزينياتيكسيلز بس انتم عرفوا الأوكزينياتيكسيلز بإستامين ريسبتر هو المسؤول على الأسد زياد فعندنا هاذا هاي حجيناها من يزاد الأسد ش راح يصير راح يصير ديسببسية خلنشوف شنو العوامل اللي زيد الأسدتي يقول لك أبل سموكينج الأكسس أكهول ستراس شوان يعني شايفين أنتم طبقتوا بصيدريات وغير شايفين أنتم طبقتوا بصيدريات وغير خاصة العراقي عنده هاي المشاكل لياش أول شي ضروف المعيشة هاي ضروف المعيشة هاي ضروف المعيشة تولي ما معاعدكم هاذا الشي السموكينج دائما الشخص المدخن يصير عنده هاذا الشي لاني النيكوتين نلعب دور كلش مهم بال استيميليشن of histamine الالكوهولك دائما الشخص اللي يشرب يصير عنده هاي المشاكل اه هو أدوية تسوي اه اه ديسبيبسية خاصة انتيفلامتري دراكس مثل النونستيرويد انتيفلامتري دراكس زيان هنا نجح على المشكلة المشكلة طبعا يسموها الاسد انداجيشن او ديسبيبسية الديسبيبسية هي معناه بالعربي هو سوء الهضم اه طبعا هذا ما يحتاج طبيب ولا يحتاج هذي مجرد او تي سي يتعالج اه 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 او نفرض الانتي اسد الصحيح ونسأل البريض لان الانتي اسد بيها مشاكل هوايه الانتي اسد هذا هما تعريف اضافة لتعريف الهجيناب البداية هي عبارة عن اه طبعا هي مو دراكس يعني كيميكال سبستانسل يعني هسا راح نشوف الكيميكال فورميلا مالتها which on ingestion react with HCL of catholic content to lower the acidity to lower the acidity مو يقصد يقلل level more acid لا يقلل pH more acidity من قلنا من 1.2 الى زيدي الى ثلاثة الى اربعة بس مو الى اكثر من 5.5 لان اذا زيدي فوق الخمسة ونص راح يصن عندي inhibition للdigestive enzyme اللي هو الاكثر شيء البيبسين فما يصر عندي يعني انا عالجت مشكلة وسويت مشكلة اقوة من هذا لذلك مثل هذا الحجام الهدف من الانتاسد يقول لك ازيد التعلي البي اتش الى ثلاثة ونص او اكثر بس مو اكثر من خمسة ونص باول عشر دقائق هنا اكو شغلات لازم سعلون بها المريض Point to be considered when administering انتاسد ما هذا الpoint الpoint نسأل المريض هل عندك hypertension ؟ ليش شغل الانتاسد بالhypertension لان انت تعرفون عنده sodium salt restructions فاني اروح على انتاسد ما بيك صوديم اكو هواي شوفان احجناهم بالبداية اكو sodium bicarbonate واكو مغنسهم هيدروكسيت وغيره وغيره فاروح على انتاسد ما بي صوديم يعني ما انطيرنيه مثل ما قاعد يشوون الاغلبية الرنين بها sodium bicarbonate نفس الشي البرغنانسي البرغنانسي هما يتين عدها sodium salt restructions هي مو عدها hypertension بس هي susceptible for hypertension اقل الشي يصال عدها hypertension بعد ابو القادمة الانتاسد يزيد القادمة ديش لان هاي زيد الافكت عن هارت ان لدتو هارت فيه ابو رينال disfunction هما يتين عدها sodium salt restructions هذالي قررناه درباكم من الصرفو الانجي هنا اه هذي كل احجي هنا ها بيبتك ألصر كاسترايتس هاي كلها عرفوها يعني انتو مش تعرفون الالصر هي قرحة كاسترايتس هو التهاب بطانة الستومك الجيرد اللي هو ايزوفيق الريفلكس والهارت بيرد هذي عبارة عن ديسبيبسية خبا اقولكم شنو تعريف الديسبيبسية وشنو انواع الساين والسيبتومس اللي تطلع المريض هذي معادلة بسيطة عن الاسد الموجود بالاستومك والباس اللي هو انتاسد يطيني salt water هنا مفهوم هذا طبعا المعادلات فقط للفهم شوف هنا عندنا اليمنيوم هيدروكسايد راح تفاحل والاسد راح يسوي لي يطيني اليمنيوم كلورايت اللي هو salt والووتر جيد هنا دائما لو ترجعون هسا على الانتاسد موجودة بس تدري هي عبارة عن combination والcombination الى اسباب ننجي هنا الماغنسيوم هيدروكسايد والاليمنيوم هيدروكسايد او هيدروكسايد الثلاثم هما انتاسد ثلاثم هما الكلي ليش يخلوهم سوى يقول لك لان الماغنسيوم عنده laxative effect والاليمنيوم عنده constipation effect فلازم انطيهم سوى على موضة واحد لان الماغنسيوم انطي واحد لان اذا انطي بس الماغنسيوم هيدروكسايد راح يسوي لي laxative effect واذا انطي بس الاليمنيوم هيدروكسايد راح يطيني constipation effect فانطيم الثلاثم والتالي ما كو سايد فاني افكر هذه النقطة من الـ الـ او الكمبنيشن ثاني انخلي مو بس انتاسد انخلي لا التفلوتيلنز اللي هو مضات للغازات السيميثيكون أو الداميثيكون هذا هم ميتين أخليه ويهي الأنتاسد الألجينيت اللي هو القافسكون العنصر الأساسي بالقافسكون أريد من أجتكم تعرفون شن ميكانيز هو القافسكون هي كلها تضالة بالتفزيول بس عرفوا لي الميكانيزم الألجينيت هو عبارة عن بوليمر هذا ووتر صولوبر بوليمر هذا يسوي لي انترفلكس انترفلكس ايجينت يعني شنو انترفلكس ايجينت يعني يمنع الرجوع مع الاسي تيتي أو الببلز أو البلوتينج أو أي غازات يمنع رجوعها الى الايزوفيغس للمريم فهذا يسوي لي مثل الطبقة العازلة التحمي تكون فلوتينج على السيرفيس مع الستومك وبالتالي لا يصير عندي أرجاع للايزوفيغس وبعديا المريض مالتي يصير عند لعبان نفس أو فومتينج الانتا اسد نوعين الانتا اسد اكو عندي ووتر صولوبر واكو ووتر انسولوبر هذي مقارنة مهمة يعني مطلوبة من عددكم طبعا انا قلت لكم الحكي اللي احتي طبعا اكثر من الملزمة فانا احب الواحد يفهموا يا مو بس تحفظون الملزمة فأجيبكم اسئلة من الحكي بس إذا اريد بس نحفظ الملزمة ونسمع احنا المحاضرة نفهم بس نحفظ الملزمة لدينا ووتر صولوبر ووتر انسولوبر بس نحفظ الملزمة بينما هاذا لا عندي سلوبر Onset, but Prolonged Action. فهناك في البداية، تذكرون أنه يكون رسم هنا في البداية، قلنا هذا وبيتو لفول، والإدراك يصبح يصبح امتصاص مال. بداية الدخول هنا هو Onset of Action. فهناك معنى عند هذا Water Soluble Quick Onset و واحد عند سلور Onset. يعني بالضبط رح يكون هالشكل عند Rapid Onset of Action, but Slower أو Shorted Duration of Action. بينما هذا عند Slower Onset of Action يعني بهالشكل رح يصير بس Prolonged Action. شوفوا هنا هذا معنى ال Prolonged Action وهنا هذا عند Slower يعني بطيء يلا دخل في Therapeutic Index. أو أنطمة مفعولية، هنا لا بالعكس الأنس السريع، أخذ منها شوفوا هنا لون نجعه Time نسوي، هنا بي اتش وهنا Time، وهنا تأخر تقريباً، نقول ساعة بس طويل لي 24 ساعة، هنا لا يطويل لي ساعة ساعتين وترجع المشكلة، فنفكر بهذه، أو مو بهذه، لا، فهد Combination يأخذ من Water Soluble و Water Soluble هذا أول مفارق بيناتهم، اثنين هذا ممكن نحن بسرعة يخلص، بسرعة يبين مفعولة، بس بسرعة يخلص، يقول لك ال Prolonged Use Malte، يعني مثل الرنين ال Prolonged Use Malte، ايش راح يسوي لي؟ يسوي لي Systemic Closes، يعني بي مشاكل، طبعاً يسوي المشاكل، يسوي Systemic Closes، لأن هذا Systemic Absorption Malte بينما هذا لا، هذا Not Absorbed Systemically، لذلك No Systemic Alcloses، واحد يصير بي Absorption Systemic مو Locally، واحد ما يصير بي Absorption Systemic، وإذن واحد يسوي لي Systemic Alcloses، واحد ما يسوي لي لذلك كمان ننصح بالاستخدام المتكرر للأنتا أسد، اللي تكون Water Soluble مثل الرنين، ننصح بالاستخدام المالتها، على الموضوع لا يتكرر يصير repeating dose، وبالتالي يصير عندي مشاكل الثلاثة، هذي من تفاعل ويل الhydrochloric acid، راح تبعث يسوي Ovolvation of CO2 راح يتبعث لي CO2 gas، من يصير عندي CO2 gas evolution، راح يصير عندي بلوتنج نفخه، إذن أنا عالجت مشكلة، بس سويت مشكلة ثانية، ويسوي لي flatulence، نفخه وغازات، بينما هذا ما كو ريكشن ويل الACL، يعني مو أكو ريكشن ويل الACL، بس ما عندي CO2 evolves، إذن ما عندي لا بلوتنج ولا فلاجلنج، أوكي؟ فلنأخذ مثال على الwater-soluble anti-acid، لدينا sodium bicarbonate هذا مثال، لديه sodium chloride اللي هو الستروكران، سمعين بالستروكران جرانيوز، هذا ما شركستها مرة، وهذا الرناء، والإينو، بينما أنثل على الwater-insoluble، عندنا الماغنيسيوم كاربونات، وعدنا الماغنيسيوم هيدروكسيد، وعدنا الماغنيسيوم ترسيليكيت، اوريليمينيم هيدروكسيد، وهنا كلها مالوكس تحضرنا Psycho الملعكس والقافسكون والمالكس والريني والإينو كلها تعرفون مكوناتها المطلوبة منهم انتم مصلتوا صف رافف واخدتوا التدريد صيفي فعرفوا المكونات مالتهم وشون الدوزج فورم وشون الانديكيشن اخر شي نخليلكم هذه نقطة هذا كوندرا انديكيشن المنو كوندرا انديكيشن الواتر صوليبل للاشخاص اللي عندهم رينال ديسفكشن لان اكوسوديم بالموضوع لبو الهابرتينشن والكارديك فاليا الخامسة كوندرا انديكيشن للاشخاص اللي عندهم تتراساكليين تيرابي ليش التتراساكليين التتراساكليين يتفاعل او يسوي الكمبلكسيشن ايه ماخذيه يبكين بالكيمية يسوي الكمبلكسيشن ويه الكاتيونز خاصة من دايفيلين و ترايفيلين يعني لازم ما انطيه ايه الماغنيسيوم او الكاليسيوم او الاليمينيوم لان نسوي الكمبلكس ومن هذي الكمبلكس سيصير البرسبتيشن وما يطيه اي فعالية هذه مقارنة ايه اكتصرتها لكم احسن ما موجودة هناانة اااا تفهمون شنو الفرق بينياتهم انشاء الله تكون لعدكم صارت فكرة واضحة انت ايه طبعا لازم نعرف ونخلي ببانا لانتا اسد ما امطي ويا الادوية ليا ايش راح يصير عندي دراك دراك انتا ايش شون الانتا اسد يتسويلي نيوتراليزيشن للاسد ايتي مصحح يعني راح تغير البي اتش واكو هواي من الادوية انا امطيها بالاسدك استومك يعني بي اتش واحد بويا ثين عمو تصير بي امتصاز فانما غيرت البي اتش مال استومك اذا غيرت الامتصاز مال هاي الادوية لذلك نفكر ان نطي الانتا اسد اما نص ساعة الى ساعة قبل او بعد الادوية الي ياخذها الباشد هاي لازم تعلموها هواي يجون مرضى للصيدلية يستخدمون الادوية غلط ويصير ادوم هواي مشاكل فالانتا اسد اذا انطي والادوية ايش راح يسوي الاول شي غير لدراك ايونيزيشن معنا يغير لدراك ايونيزيشن فانا مثال كربونوكزولون هو عبارة عن ادراك يسوي هيلنج للألسر هذا الامتصاص مالتا لازم يكون بالبي اتش الاقل من ثين وانا منطي انتا اسد اذا انتا اسد راح يزيد البي اتش الى ثلاثة فانا ما راح يصير بي امتصاص اذا الادراك راح يطيني زيرو اكتبيتي الانتا اسد تغير للكاسترق ايمن ديك تايم ان الكاسترق ايمن ديك تايم بالاستومك من ساعتين الى اربع ساعات وبلسمن انتستن من 6 الى 10 ساعات العفو من 4 الى 10 ساعات فانا من انطي انتا اسد بدار ما يساويها من ساعتين الى اربع راح يساويها نص ساع إذن راح يسوي لي فما راح يوقع الدواء بالاستومك فترة طويلة ما يصير بيامتصاص فترة طويلة هيا بالنسبة للنسريك الدراج بينما للباسيك الدراج لا يكون راح يغير لي دراج ديسوليوشن راح يسوي دراج انتراكشن مثل ما قلنا غالسيوم الالومينيوم هاد ماغنيسيوم راح يسوي كومليكس وهي تيترا سايكلي راح يسوي السيستميك افكت خاصة الواتر سولوبل انتاسد طبعا شوفو هنان راح يسوي يسوي اكسليريشن للأكسكريشن أوف دراج خاصة الاسبيرين وتقلل اليوريناري اكسكريشن من البيسيك الدراج مثل الانفيتامين لازم شوفو هنان نطل أدوية نص ساعة إلى ساعة قبل أو بعد الانتاسد على مدنوب من الابزوربشن من الأدوية الثانية حسا اذا نتفق اذا اريد انتاسد يكون ايديال أو اوفتيمم شنو الصفات اللي لازم تتوفر الصفات مثل من هذا الحاجي نقدر نخلينا فالصفات معينة للانتاسد أول شي نقول هذا طبعا نثبتوها يمكن ما موجودة هاتكم الملزمة موجودة بشكل شرحي أو فهمي نخليها اذا اريد من عندك الانتاسد راح تقولي الانتاسد لازم ما يكون الانتاسد لازم يكون الانتاسد مالتي الانتاسد لازم يكون الانتاسد مالتي لازم يكون الانتاسد مع الرابط بسرعة يخلص الدوريشن ولا يكون استطور ONSET OF ACTION و LONGER DURATION ما تطويلها فلازم يكون بين ثولي الثلاثين يعني بالضبط الرسم مالته راح يكون عند رابط ONSET OF ACTION بس LONGER DURATION OF ACTION هذا الايبار الانتاسد يجب أن تضع بافر البيئتج عن ثلاثة ونصف الى خمس ونصف ليس لان إذا زادت البيئتج عن أكثر الخمس ونصف فسنزول إلى البيئتج لا يتفاعل ويهي HCl أو يتفاعل ويهي HCl بس ما يسوي لي CO2 Gas Evolves ما يبهت لي CO2 Gas عن ما دل يصور عندي لا بلوتين ولا ولا فلاتجلنز أخر شي الانتا اصيد should not inhibit BFC إذن عندي 6 تقريبا حجناها هي how to tell properties جمعناها من الشرح مالتنا اللي حجناها زيب اكو فاكترز انتم بالصيدلين لازم تخليوها بباطكم من اختار الانتاسد لانتاسد لانتاسد لدينا الكثير من الانتاسد ما هو الانتاسد ؟ هل هو الهيبرتشن ؟ هل هو بريغنانسي ؟ طبعا ناخذوها نصيحة من عندي الهيبرغنانسي يوجد شيء لا تصرف لها كل شيء لا تصرف لها نهائيا يعني ما عندك عندك بس البارستول يمكنك تصرف لها أو البانادون خاصة ان اذا انت تشتغل من منطقة شعبية بريغنانسي الفيتاس مالتها الجنين معلقة بخياطه اقل حبايا لا سمح الله صار عندها ابورشن يجيك يقولك انت السبب خاصة ان هاي نصيحة لللي يشتغلون مناطق شعبية المهم البايشنت خلي بالبالك type of antiacid هو واحد ما متعلق بالثاني شون البايشنت شون الانتاسد يلي صرفه شون الدوز المدلاه يتكرر على المدلاه السن عنده مشاكل شون النيتراليزن كباسيتي والانتاسد والكوست اوكي فانت بدلا ما تطي رانيه كل ساعة يتكرر عليه رانيه 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 والشاريت بسبب 150 قطي شراب خمس تالف او أربعة تالاف ينطي مرة واحدة باليوم اوكي اوكي واذا نجمع الكوست والرانيه اللي اخذه وهذا الشراب اللي رح يطاول لشهر رح يطاع عندي كوست افكتفنس فاني جينا اذا البايشنت حتشينا البايشنت عندي هايبرتينشن بريقنانسي او ياخذ ديجوكسين هذي لازم نخليه طيب انت اسد اللي هو واتر سولوبال وواتر سولوبال سيستميك لونه سيستميك هذي حتشين احب ما رجي ارجع احتيهم النيترالايزنج كباسيتي من رح تشتغلون تجربة هاذ الشغل هاذ المختبر رح يشوفون شون الفرق بين النيترالايزنج كباسيتي الينو و شون اختلافه عن الدافيس كون و شون اختلافه عن المالكس الدوز و الدوز انترفال قلنا لازم عنده ربط انت او اكشن بس عنده بس عنده يعني يبقى البفرينك اكشن ما حتى فترة طويلة شوفوهنا الماغنيسيوم هيدروكسيد والكاليسيوم كاربونات شوفوهنا اكو combination بين الواتر صلبة و الواتر انصلبة عنده ربط انت او اكشن بينما الماغنيسيوم كاربونات و بعده عنده انترميتيات بينما الماغنيسيوم dry silicate عنده سلور اونسيت انتاجه لمالتنا سوف نفعل in vitro evaluation of anti acid سوف نرى الفرق بين هؤلاء الانت اصد الموجودة بالماركتنج اللي هي الاينو السيتروغران المالكس بلاكس سوف نرى الفرق بينهم هنا سوف اجي اشبه المعدماتي سوف نفعل سوف نفعل انفيفو سوف اجيب الستومك بالضبط سوف اجيب بيكر بيكر 250 مول واخلي بيه الستومك الستومك اسد هي point 1 normal ICL نخلي بيه 150 مول احنا البيوليجيكال هو open system عملية مستمرة اكو افرازات اكو oxenetic cells اكو parential cells اكو histamine receptor اكو شي مستمر يفرز اسد ماذا سوف نشبه هذه العملية بيوليجيكال سوف اجيب بيوريت وماذا بيوريت كل دقيقتين اضيف 2 مول اوكي كل دقيقتين اضيف 2 مول احسب خمس اضافات اسحب من البيكر 10 يعني بالضبط اشبه عملية الاستومك اشبه بالانفيترو قلنا نشبهكم اياه هنا انا اش راح تسوي كل طالب او كل ثلاث طلاب بالمناسبة ان تشتغلوا احنا مريد احنا ممنوع كل مجموعات تشتغل بس احنا تجاربنا بسيطة وحلوة حاول نشغل كل ثلاث طلاب سوى بس هاي الطلاب اريدهم تلبسون ماسك وليبسون اجفوف راح كل طالب راح يلقى ماجنتيك استرر هذا ماجنتيك استرر وعلي بيكر هذا البيكر هو عبارة عن 250 مول طبعا هنا اكو بار ماجنتيك بار هذا طبعا يفتر يفتر ماجنتيك يعني هو جهاز ماجنتيك استرر هنا راح نخلي تقريبا مية وخمسين مول اي سي ال بوينت واحد نورمال اوكي اهه اه 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 هنا راح نجيب بيوريت نخليها لي فوق نخلي بيها حاو مية 2.1 نورمال اي سي ال وهنا اقلنا ثلاث طلاب يجي القروب الاول راح اضطيه القافز كون 15 مول محنا نقول لهم قبق قبقه 15 مول راح يديره اه طبعا قبل ما يديره راح يسوي لي جدول الTIME وهي البي اتش هاني شغلتي اريده زيدي البي اتش تايم زيرو كل الطلاب ثابته اول ما اتقييز عندنا طبعا بي اتش ميتر واشتغلتو انتم بصف ثاني جهاز بي اتش ميتر صين مثل القلم اجي واقرأ البي اتش قبل الاضافة وما القافز كون او قبل اضافة اي انت اسد لازم يطلع واحد بوين ثاني احنا نحضره فهذه ثابته ضيف لعين القافز كون من الضيف لعين القافز كون كل خمس دقائق او كل خمس دقائق نقول تقرالي البي اتش يقدر خمس دقائق الاولى يقدر خمس دقائق الثانية نسويها مدة نصة على ما عندنا وقت عشرين خمسة وعشرين وثلاثين دقيقة راح تقرالي راح تشوفون البي اتش راح تزاد ان شاء الله لحد ما توصل مثلا خمسة اوكي طبعا خلال الشغول احنا قلنا كل دقيقتين تحسب الدكتاي كل دقيقتين لازم تنزل من البيوريت الثين مول اي سي ال لان اكو بطانة وكانت تفرس استومك فانشبه هذي تحسب خمس اضافات يعني جيد كل عشر دقائق تسحب من البيكر يعني بسرنجة او ببايبت تسحب لي عشرة مول وتذبها بالمغسلة يعني بين قوس يعني جانت نسوي احنا ساعة نسوي ربليسمنت او رفرشينج اوكي مثل الستومك احنا الستومك قد تفرس اسد بس نفس الوقت هذا الاسد ما راح يبقى بالستومك راح يزال بالدودينما ويروح على اوكي فانتم كل دقيقتين تنزلون ملين وتحسمون الخمس اضافات يعني ورعش دقائق اطلعون هاي العشر ملات اضفتوها اضبوها بالمغسلة فالمهم هاذ منو هاذ البي اتش اللي حصلتوه ابو القافيس كورب نفس الشغل نفس الهاد راح يجيلي ابو الاينو ويجيلي ابو السترو جران اوكي ويجيلي ابو المالك سبلكس طبعا هنا راح يضوفون الجماعة البودر عبارة عن اا خمسة غرامة او عشرة غرامات اا خمسة غرامات اهنان البودرات وهنا الشرابات اا خمسة عشر ملات فاش راح تحصلون راح تحصلون الرسم ايش حصلنا احنا انها حصلنا حصلنا تايم حصلنا بي اتش التايم قلنا زيرو خمسة عشرة خمسة عشرين خمسة عشرين وثلاثين هنا البي اتش قلنا المفروض نبدي من واحد بوينت الثين ويصعد احنا نريده نشوفه وين يوصل خب يوصل فوق الخمسة ونوص فلو نفرض مثال القروب الاول اللي هو جماعة القافسكون القافسكون راح يحصل الرسم طبعا بهالشكل عفو هاد القافسكون طبعا عنده رابط اونسد اف اكشن راح يحصل رسم بهالشكل رابط اونسد وعنده لونجر دوريشن اف اكشن ابل اينو ن편 alsat ابل اينو ابل اينو نقول هاي الشكل ابو ايسترو قران هاي الشكل يعني معناه عنده 1997见abile وعنده لأفرض أبو المالكس لا بالنص هذا الشكل هذا هو شغل مالتكم إذن من هذا الوقت إنتم أربع غروبات أنا أربع أنت أسجابين نقول مثلا هذول الثانيين هم ما أحسن شي عندهم رميته بس عندهم لونجر دوريشن هاي موضوع التجربة مالتكم اللي هي in vitro evaluation طبعا هذا الشرح كله هذا التحضير الأنت أسد إحنا نحضره والحجي لهذا الحجيته كله مذكور بس بدلا ما نشتغل إحنا خمسين دقيقة راح نشتغل ربع أو نص ساعة إن شاء الله تكون استرفعاديته من الشرح ونلتقي إن شاء الله على شغل مالتها طبعا راح نشتغل إحنا التجربة الأولى بعدها يلنا نشتغل التجربة الثانية ترجمة نانسي قنقر